أما المعتزلة هو من سار في ركابهم فهم ينفون الرؤية كعادتهم إنهم لا يصدقون بالأحاديث ولا بال إنما يتبعون عقولهم وأفكارهم ويستدلون بالمتشابه من القرآن مثل قوله تعالى عن موسى ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني قالوا هذا نفي قالوا هذا نفي لن تراني فدل على أن الله لا يرى والرد على هذا من وجهه الوجه الأول أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لما سألها موسى لأن موسى نبي الله وكلم الله لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز دل على أن رؤية الله جائزة ولكنه لن يراه في هذه الدنيا لأن المخلوقين لا يقون على رؤية الله في هذه الدنيا ولهذا ضرب الله له المثل قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا يعني مغشيا عليه فدل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى هذا الوجه الأول أنه لو كانت الرؤية سؤال الرؤية غير جائز لما سأله موسى كلم الله والله جل وعلا لم يقل له إني لا أرى بل قال لن تراني لن يعني موقتا في هذه الدنيا لن تراني ولن لا تقتضي النفي مطلقا وإنما تقتضي النفي الموقت ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية ومن يرى النفي بلن مؤبدا فلا تقبله وسواه فعضدا سواه فعضدا فلن نفي غير المؤبدا ولهذا الكفار قال الله جل وعلا في اليهود ولن يتمنوه أبدا يعني الموت ولن يتمنوه أبدا ليس معنى لن يتمنوه أنهم لا يتمنونه أبدا ولكن في الدنيا أما في الآخرة فهم يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون في يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوا فدل على أن لن لمطلق النفي لا تقتضي تأبيدا لا تقتضي تأبيدا وإنما هو نفي موقت الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا فليس لهم متمسك في هذه الآية الشبهة الثانية تمسكوا بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قالوا لا تدركه يعني لا تراه نقول كذبتم ليس معنى لا تدركها أنها لا تراه لكن معناها أنها لا تحيط به والإدراك معناه الإحاطة ما قال لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه الأبصار ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله أنت مثلا ترى الشمس ترى الشمس لكن هل تدركها كلها حدودها وكبر الشمس وعظم ما تدركها فما كل ما يرى يدرك كله والآية ليس فيها نفي الرؤية فيها نفي الإدراك قال لا تدركه الأبصار يعني وإن رأته فأي لا تدركه لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء ولا يحاط به جل وعلا فليس في الآية دليل على نفي الرؤية إنما فيها نفي الإدراك فقط هذا حاصل انخلاف في هذه المسألة